اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المحلية لهذا اليوم استقبل سلمان بن حمد وبحث الأحداث الراهنة خليفة يؤكد الحرص على تعزيز استقرار البحرين أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل الهيان رئيس الدولة حفظه الله حرص دولة الإمارات على تنمية وتعزيز استقرار مملكة البحرين الشقيقة وأعرب سموه لدى استقباله ظهر أمس في قصر الروضة في مدينة العين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة عن أمله في أن تشهد المملكة مزيدا من التقدم والإزدهار والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة كذلك استقبل ولي عهد البحرين وأكد شعبها وأكد أن شعبها ذخر للإمارات محمد بن راشد لغتنا هويتنا ورمز عزتنا وحضارتنا أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن أهل البحرين هم أهلنا واستقرار وازدهار البحرين هو ذخر لنا وازدهار لمنطقتنا هم شعب نحبه ويحبنا ونتمنى له كل الخير ولأبنائه الرفاه والاستقرار كذلك أطلق اسم أستاذ هزاع بن زايد على ملعب العين الجديد محمد بن زايد يعتمد مشاريع في أبوظبي بواحد فاصلة خمسة مليار درهم كذلك من أخبارنا المحلية ملتقى لسكان الشهامة والباهية يناقش الاحتياجات طبعا أنا أقرأ هذا الخبر شوي بالتفصيل اللي هو نظمت بلدية أبوظبي أمس الأول ملتقى بحضور أكثر من أربعمائة مواطن ومواطنة من سكان الشهامة والباهية في صالة الأفراح بالشهامة وناقش الملتقى الاحتياجات ورفع مستوى الخدمات في المنطقتين حضر الملتقى عويض أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة وراشد خليفة الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الدعم والمساندة بالإنابة وعبدالله ناصر الجنيبي مدير إدارة خدمات المجتمع وأكد عويض أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة أن البلدية تسعى لمد جسور التواصل مع سكان العاصمة والتعرف إلى احتياجاتهم من الخدمات البلدية وقال عبدالله ناصر الجنيبي في الكلمة الافتتاحية لأعمال الملتقى في المجتمعين أنهم شركاء رئيسيون ويهمنا الاستماع منكم مباشرة فأنتم الحكم على جودة ما يقدم من خدمات ورأيكم حافز لنا لمواصلة العطاء والإنجاز طبعا هذا يطرح سؤال أنه ليش البلديات الثانية في الإمارات الثانية ما تتبع نفس هذا الحذوي يعني عندكم صلاة ما شاء الله إذا ما عندكم صلاة في أندية رياضية ما شاء الله مساحاتها واسعة فليش ما نجتمع بين فترة وفترة في كل منطقة نشوف شو احتياجاتهم من خدمات عامة من مرافق صحية من حدائق من غيره ومن غيره ومن غيره وين المشكلة يعني 400 شخص مش شوي يعني يتيمعون في منطقة وحدة أو في مكان واحد أو في ساحة وحدة ويطرحون مشاكلهم وقضاياهم وبادرة جميلة الصراحة من بلدية أبوظبي بأنهم اطرحوا الفكرة هذه وأعتقد أنه من فترة طويلة حين هم ماشيين عليهم نحن يمكن سبق أن قرينا الخبر هذا ونوهنا عليه ولكن مع الأسف الشديد يمكن ما شفناها في إمارات أخرى كذلك استمع معلم زينة للشرح وافي عن غرفة القيادة والسيطرة ولي عهد البحرين يزور القيادة العامة لشرطة دبي طبعا لأن أنت ساعات ممكن تسوي شيء لأهل المنطقة هاي مش محتاجين يعني أنا ممكن ممكن أتحرى أن المنطقة السين محتاجة نادي رياضي مثلا أي أصرف مبالغ والنادي هذي يكلفني آلاف أو عفوا يكلفني ملايين وسوي لهم نادي وهذا واكتشف آخر شيء للمنطقة هذي مش محتاجة أني أسوي لهم نادي لأن في نادي قريب أو مثلا ما فيها ناس يبون يصيرون ما فيها كثافة سكانية محتاجين لنادي وهو إلى آخره فأنا أعرف من أهل المنطقة شو محتاجين وسوي لهم مثلا أسير أسوي لهم مركز صحي ويبقى طباء وأكلف على وزارة الصحة وأدفع مبالغ وغيرة وأجهز ومعدات وآخر شيء أكتشف أن المرتادين اثنينة ثلاثة أربعة ليش لأن يا أما أن المنطقة هذي مثلا مش محتاجة لمركز صحي أو في مركز أو مستشفى كبير بالقرب منهم فيصيرون مستشفى هذا فلذلك يوم أنت تتواصل مع الناس في مناطقهم السكنية تعرف شو احتياجاتهم بالتالي تقدر تحطي خطة أنك تكمل احتياجاتهم وما تصرف فلوس بلا يداعي فهذا الغرض من الاجتماعات المثل هذه كذلك طبعا تكملة للخبر السابق استعرض بحضور محمد بن زايد العلاقات المتميزة مع ولي عد البحرين خليفة يؤكد حرص الإمارات على تنمية وتعزيز استقرار البحرين نأمل أن تشهد المملكة مزيدا من التقدم والازدهار والرخي في ظل قيادتها الحكيمة كذلك بحث التعاون والتنسيق في القضايا ضد الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وكذلك بحث التنسيق في المجالات كافة بما يعود بالخير على الشعبين في إطار مجلس التعاون كذلك سلطان يشهد حفلة توزيع جائزة الأسرة العربية وتكريم سيف بن زايد 13 جاري المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يحصل على جائزة المؤسسات الداعمة للثقافة الأسرية وكذلك كتاب سيف بن زايد البصمة الاجتماعية كذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي محمد بن زايد يعتمد مشاريع للبنية التحتية في أبوظبي بكلفة 1.5 مليار درهم 396 مليون درهم لمشاريع تطوير البنية التحتية في مدينة خليفة ألف 267.5 مليون درهم لتنفيذ مشروع ازدواج طريق مدينة زايد غياثي واعتماد ترسية أعمال البنية التحتية لمشروع شعبة الوطن السكني بكلفة 712 مليون درهم على ما اعتقد هذا كان في ألف فلدة ما كانت غلطان كذلك 175 مليون درهم لمشروع عفوا محطة يواء الحافلات الرئيسية في مدينة أبوظبي كذلك الدكتور الكعبي 98% نسبة التوطين ولي عهد الفجيرة يكرم الموظفين المتميزين في محكمة الفجيرة الاتحادية ومؤتمر أبوظبي الإحصائي يناقش تعزيز جودة البيانات الإدارية 12 مايو كذلك ملتقى أفضل الممارسات يناقش توطين الوظائف الجمعيات الخيرية كذلك شيخ الأزهر يجدد شكره لرئيس الدولة حشود جماهيرية في القاهرة تشكر خليفة لإفراجه عن 103 من المصريين وطبعا صورة هنا من جمهورية مصر الشقيقة الإمارات في القلوب شكرا لكم شكرا لكم وجوب وكذلك أحد اللوحات اللي يحملها أحد الأخوان المصريين يا سفير يا سفير بلغ شيخنا بنحبه كثير كذلك من 90 مليون مصري إلى الشيخ خليفة بنحبك زعيما وصديقا طبعا كثير من اللوحات ما شاء الله الخوات بعدها هنا شائلين تحية وفخر واعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة من 90 مليون مصري إلى الشيخ خليفة بنحبك زعيمنا وصديقنا وصديقا زعيما وصديقا الشعب المصري كذلك الشعب المصري بريء من تصريحات الأخوان كذلك حرة حرة يا إمارات شاكرين واجب على الخيرات شكر واجب على الخيرات كذلك الإمارات في قلوب المصريين فتحياتنا للأخوان المصريين طبعا في جمهورية مصر الشقيقة كذلك خلال جلسته يوم الثلاثاء المقبل الوطني يوجه ست أسئلة للحكومة ويبحث مشروع قانون الموارد الوراثية طبعا المقال جدا طويل كذلك سفارات الدولة تحتفل بالذكرى السابع والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة شهد حفل تخريج دورة الضباط الجامعين في كلية زايد الثاني العسكرية طحنون بن محمد يشيد بدور القوات المسلحة في حماية الوطن والحفاظ على منجزاته وزع الشهادات والجوائز على المتفوقين والخريجين أحمد بن طحنون يشهد تخريج دورات مستجدين في العين كذلك إقامة دبي تنظم في منصة الخدمات الحكومية عفوا تنظم إلى منصة الخدمات الحكومية وكذلك الوتاه يطلع على مراحل تنفيذ مشروع برواز دبي والإعلانات استوات أكثر عن الأخبار هارون اليوم شي يقول هارون رسم تفاحة تفاحتين ثلاثة أربعة خمسة فرسم أن الدودة عزكم الله متجهة ناحية التفاحة فالدودة بعيدة عن التفاحة والتفاحة رسم فيها باب فالدودة متجهة بتجاه كرمت الدودة متجهة بتجاه التفاحة شوي وبتوصل وعقب ما وصلت دقت الجرس وطلعت لها كرمت دودة ثانية من التفاحة بطلت له الباب طبعا وقالت أهلا وسهلا تفضل البيت بيتك وسكر الباب ديش واثنين أتم داخل شو القصد شو رأيك انت ها دولة في التفاحة هذا نقزات قوية ما أدري شو قصد تخيلوا يا جماعة الخير شوفوا حدي جاوبنا ما شاء الله خيالكم أنت واسع يعني وفاهمين أكثر مني أنا فأتمنى حدي يساعدنا يعني رسم طبعا مثل ما أقولكم تفاحة ودودة يا 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 يعني تزور التفاحة هذي طبعا في عليها باب يعني في باب على التفاحة تخيلوا يا تفاحة وباب فدودة يا يتزور دودة فتدق الجرس وهذا ففتح هذك هايك الدودة فتحت الباب وقالت تفضل البيت بيتك أهلا وسهلا تفضل البيت بيتك فشو القصد يعني ودشوا بثنينتهم داخله وسكروا الباب ما أدري شو ما شفهم الله المستعان يا هارون ما أدري بك كيف تفكر يا هارون يريت تحطي شوية يعني شوية شرح تحت الكريكاتير يعني على أساس أن الواحد يصدل على اللقاء يعني لمحة كذلك من أخبارنا المحلية اللي هو حضر أو حضر عفوا شراء مديونية تزيد استقطاعاتها على نصف الراتب وأوقف ترخيص شركتي صرافة المركزي ينظم نقل مديونيات المواطنين بين البنوك أوقف المصرف المركزي نقل مديونات المواطنين بين البنوك التي تخالف اشتراطات نظام القروض الجديدة لمدة ثلاثة أشهر وفق تعميم أرسله أمس محافظة المصرف سلطان بن ناصر السويدي إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل العامة بالدولة وبموجب التعميم تتوقف البنوك فورا عن شراء مديونيات المواطنين التي تقوم نسب الاستقضاع الشهري فيها أكثر من خمسين في المائة من الراتب والتي تزيد فترة سدادها عن ثماني وأربعين شهرا وذلك بما يتوائم مع ما حدده نظام القروض الجديد إلى ذلك أعلن المصرف المركزي أنه قرر إلغاء ترخيص شركتي صرافة لمخالفتهم التعليمات والأنظمة الرقابية وتلك المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال وتفصيلا قال السودي في تعميم وجهها إلى البنوك وحمل رقم 13 207 على 2013 أن على جميع البنوك مراقبة الالتزام بنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد المواطنين بشأن قصة السداد لجميع البنوك من جميع انواع القروض حيث لا يزيد على خمسين في المائة من دخل المقترض وبمدة سداد لا تزيد عن 48 شهر 48 شهر يعني أربع سنوات وشدد على عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض متعامل البنوك الأخرى من المواطنين لأكثر من خمسين في المائة لقيمة الاستقطاع الشهري لمدة 48 شهرا فترة السداد وطلب المحافظ من البنوك فورا إلغاء أي ترتيبات بهذا الخصوص محذرة أنه في حال عدم الالتزام سيعرض البنك المخالف نفسه لعقوبات صارمة من المصرف المركزي وأوضح أن هذه التعليمات السارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التعميم السابق من مايو الجاري على أن تنتهي بعد ذلك إذا لم تجدد وكان المصرف المركزي أدخل تعديلا سابقا على نظام القروض الشخصية بمجهة تعميم أصدره في إبريل من العام الماضي سمح فيه بنقل مديونيات المواطنين التي تزيد استقطاعاتهم عن 50% وترك تحديد مدة السداد لكل من بنك دون التقييد بمدة السنوات الأربع المفروضة على التمويلات التالية لصدور النظام وجاء في نص التعميم السابق أنه لا يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة مقابل دفع عمولة عمولة السداد مبكر لا تتجاوز الواحد في المئة من رصيد المتبقي أو 10 ألاف درهم ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل عاملة بالدولة قبول التحويل يشار إلى أن الحالة الناشئة من تسابق البنوك على الشراء المديونيات أو عرقلة تمام نقلها من بنوك أخرى خوفا من فقد المتعاملين أدت إلى وجود عشرات المواطنين المعلقين بين بنكين والملتزمين بسداد أقصاد لكليهما نتيجة عدم تسويات شيكاتهم لدى البنك القديم واستحقاق أقصاد لدى البنك الجديد الذي أصدر الشيك السداد وذلك بحسب اتصالات تتلقاه الإمارات اليوم يوميا إلى ذلك أعلن المصرف المركزي أنه قرر لغاء ترخيص شركتي الهلال للصرافة ومركز آسيا للصرافة وذلك لمخالفة الشركة الأولى للتعليمات والأنظمة الرقابية وتلك المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال لمخالفة الشركة الثانية للتعليمات والأنظمة الرقابية وضاف المركزي في بيان صدر عنه أمس أنه بموجة بلغاء ترخيص تم منع شركتي الصرافة ممارسة أي أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة من تاريخها مشينا لأن القرار يعد ساريا من أمس وأكد أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة للأنظمة وتعليماتها داعيا إلى عدم التعاون مع شركتي الصرافة المذكورتين الله المستعان ويزاهم الله خير للصراحة بس هنا والله يا أخي البنوق هذي لمثل الزئبق ما يمسكون قد ما تسوي سبحان الله يفلتون منك الآن نحن طبعا نحن 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 نشركاء في الموضوع هذا لأن يتنا شكاوي بأنه كذا مرة في البرنامج هذا سواء عندي أو عند براشد يقول لك والله أنا أحين البنك أعطاني تشيك وأبغي أحول راتبي وصرت سلمت تشيك للبنك اللي أنا فيه على أساس أن البنك السابق أو البنك اللي يديد عفوا اللي بنقل حسابي بيسدد المبلغ اللي عليه ومفروض أنقل حسابي هناك وبيسري عليه الأقصاد قام البنك السابق أو البنك القديم أو البنك اللي هو يبغي ينقل حسابه منه مسك الشيك وخلاه عنده ويحتفظ فيه لا طاع يصرف ولا طاع ينقله وحين عليه استحقاقه هناك وهني يدفع تواهق مرتين بدأ ما كان يدفع أقصاد مرة وحدة أو في مكان واحد بدأ يدفع مكانين نحن البنك الثاني ترى اللي يديد يطالب لأنه مسأل فينا وعاط لنا الشيك مسأل مننا الشيك فلأحين منو الغلطان في الموضوع هذا فالبنوك يا جماعة الخير تحملوا يعني ما ننسى كذلك كلمة الشيخ منصور إزاه الله خير في القمة الحكومية يوم قال البنوك تحملوا منها والديون تحملوا منها والسلفيات هذه تحملوا منها فالله يخليكم قبل الواحد ينقل الحساب قبل الواحد يفكر تراها عشرين سنة وخمسة عشر سنة مش بسيطة من عمر الإنسان أو من عمر البني آدم يمكن باتل تتقاعد يمكن باتل لقدر الله شو ما يستوي يا أخي في ظروف كثير الواحد ما يتوقع ولا يسوي الحساب فأنت تستهين في الموضوع اليوم أنا بدفع عشر تالاف خمسة عشر ألف ما عندي مشكلة باتل يا أخي تقاعد نزر راتبك للنص شو بتسوي البنك ملزم أن يأخذ اقصاده وموقعه ياك عقد ونتمنى الواحد يقرأ قبل لا يأخذ العقد يا أخي عط نفسك شوية مهلة شوية فرصة تور حتى علي خبرني عن واحد من الشباب يقول في البنكة اللي متصل فيه متصل فيه وعارض عليه خدماته عارض عليه سلفيات وسيارات وكل شي وراتب أقل من عشرة طبعا كان في قرار من المصرف المركزي بس تلقاهم حصلوا حيلة حيلة وفتيلة هاي شغلة تمتراهمهم فرجاني أخوان نرجع نكرر ونقول ابتعدوا عن البنوك خلكم على اللي أنتم فيه عيش على راتبك والله مش بسيطة للمبلغ اللي تدفع شهريا لو تحسب والله تدفع من دم قلبك يعني أنت تشتغل طول الشهر وتكد وتتعب ويمكن تحرم عيالك وزوجتك وبيتك ونفسك من بعض الأمور من بعض الضروريات في بعض الأحيان من بعض الاحتياجات تتقصر عليهم على أساس آخر شيء البنك يأخذ هذا المبلغ فشوي الواحد يرتب أموره ويعيد حساباته ناخذ هذا الفاصل ونجاة تواصل معكم يا دكتور نجد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين الرابع والناس بين إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة من 7.8 ونرحب بمكالماتكم على 600551610 ورسالكم نصيل قصير لسمس نستقبلها 7-009 والله يا ريت لو تسمح أنت القبطاني أنت المدير على الأرض اللي تأمر وتعطينا اتصالات ما بتعطينا شيء يراجع لك نقول ألو السلام عليكم السلام عليكم كيف الحال الشيخ؟ يا مرحبا يا أخي الله يخليك أبو يوسف الله يعزك يطول أنت تتكلم شيخ أنا عندي عندي ملاحظة على هذا الشيخ ابنه معاي أول شيء معاك بإبراهيم الشيخ تضل بإبراهيم شيخي أنت تقول يقول لك الشيوخ ثلاثة شيخ شيخه المال وشيخ شيخه العلم وشيخ شيخه الزمان هذا هو فأنا أعتقد ولا واحد من الثلاثة الله يخليك لا نحن من شيخنا المشيب نحن زين قول قبل هذا قول يا أخي شيخي أنا موضوع أنت تقول أسير رزوك أنا ريال عندي أرض من سبع سنوات ومتزوج عندي ثلاثة من العيال ما شاء الله وكل مؤسسي برنامج زايد نحن نتري أربع سنوات واحد يتري موافقة مبدئية بس والله حرام ويقول لك لستي البنوك زين ذا الأرض نسحبت أنا شو أسوي لا إذا أنت فأي إمارة إبراهيم إمارة الشارج يا شيخي زي إمارة الشارج يا أخوي ما بيسحبون عنك الأرض إذا انتقلت له أنا مقدم وتريأ اسمي يطلع محد بيسحب أرضك آخر مرة نزل نزل تعميم ما تكلمون فيه تخطيط مساحة الأراضي اللي مكملة مثل خالي يسحبون الأرض في المشكلة يوم بيطلع اسمك بيعطونك آخر ثانية الحين هالأرض طال عمرك روحة يا الله زين فيها شوية تحوش لو عطونا أراضي ثانية بتكون أصغر وليها صغارية وين بتلعبه نحيا أنا يالله يالله أبني دور ما عليك في حال ثانية أخي شو الحال أبني جزء بسيط ويوم بيطلع لك البرنامج أبني بالمبلغ البادلي عالعيني وراسي إذا أنا راد بي 12500 زين البنك بيقص عني 5700 زين نزل من برنامج زين بيطلع عليه بيقصون عني 1600 كم استولود علينا لا لحظة البنك ليش بيخصم عنك 5000 يخصم الملحق أنا سألت عنه نظام الملاحق اللي في الشارجة أقل ملحق يكلفك 300000 البنك إذا أنا بأخذ على راتبي 12500 ما يعطيني 250000 الخمسين ألف يالله بندبرها لكن بعدين برنامج زين يضطلع لنا شو بنسوي نحن شو بتسوي كم القصط اللي بيخصم البرنامج القصط اللي بيخصم البرنامج 1660 يمكن علىها الراتب 1660 وكم عندك هنا عفوا كم هنا بينخصم عنك 5700 مال 5800 جريب كل اللي بيخصمون مثلا خلنا نقول 6-7-8 تقريبا 7-8 صح اي نعم ما تقدر تعيش بالباجي كيف تعيش ماء وكهرب ومفروف غارية وفترول تعرف أنت الحياة غالية مو برقيصة زين شو الحال في نظرك والبنى والبنى رخيف شو الحال في نظرك ببراهيم ما ينزلون أسامي لا ما ينزلون أسامي ها مربوط بميزانيات وفي أولويات وفي غيرها أنت عندك ثلاث ما يوعدون يقولون يقولون ينزلون عشر ألاف لا لا عفوا أخي ببراهيم خلنا واقعين أنت إذا عطوا واحد عنده اثنين بتزعل ولا ما بتزعل لا خلاص اعتبر بعد هذا نصيبهم وسبعة وثمانية وانت رايح أنا حين من 2008 لكن أنا أسير البرنامج أراجعهم يا جماعة أقولوا أنه بترح تنزل موافقات المبدئية يقول لك والله نحن ما نقدر كل شيء مرتب لكن بس نبقى توقيع الوزير يا جماعة منت بيوقع الوزير والله نحن ما نعرف يخافون يفرحون لك كان بينزل في شهر ثلاثة أتأجل قالوا إذا أمساتهم صارحين أمساتهم نزلين كم اسم تقريبا ثلاثة موش هذه موافقات نهائية شيخي يقول لهم إذا يبنيب لكم اللورات يقول لك نحن لا نستخدم اللورات إلا إذا ينزل اسمك في الجريدة موافقة مبدئية زي زي سلولنا الوزير بس بارك الله فيكم عبد الله بن حي بن عمي باركولي على المنصب اليديد تقول لهم متى رح تنزل متى رح تنزل الموافقات المبدئية متى رح تتوقع على أساس أن كان الشيخ حمدان بن مبارك بيوقعها وتغير ويا التغيير الوزاري آمن بلا ما قلنا شي آمن بلا تغير كان خلاص حين شو بقول لك هل نواقعين بإبراهيم وانت ريال فاهم الحين هم يرفعون الميزانية المخصصة لبردامج زايد للإسكان يوم يزيدونك كنت المهلة فأن الأرض هذي يعطونك فيها فترة أكثر يا أما تبني بروحك بالمبلغ اللي تقول عنه شي يكفيك على أساس أن يصدك عن اللي جار يعني هذي هذي كلها حدود المنطقين خمسين للفتاني موين بييفة خمسين للفتاني والله مشكلتنا نحن مشكلتنا صدقني والله العظيم يا أخي نحن نحن لا لا نحن مش متفاهمين صدقني يعني نحن في الأسرة الوحدة اليوم في البيت الواحد في العائل الوحدة أربعة خمسة ستة يشتغلون ما شاء الله وتي تحسب دخلهم لا يقل عن ميتين الف مية وخمسين الف في بعض الأحيان يعني تجمع رواتبهم كلهم فلو نحن نتعاون بروحنا لا بنثقل على الحكومة ولا بنسيب نرجع للبنوك ولا غيره لكن مشكلتنا نحن مشكلة مشكلة ما يسمعون أنا عندي شي ثاني إذا أنا سرت للبنك أنا حين لو سرت للبنك أيك تقول لهم برنامج الشارجة أنا مثلا بسير للبنك إذا أنا سرت للبنك البنك طبعا بيرغن للأرض ما في مشكلة هم عندهم أنا أفكرلك اسم المصرف أو ما لا لا تفكر يصنا ما في داعي نزين قولي قد تحاملون إياه حكومة الشارجة باختصار يعني متعاملين إياه حكومة الشارجة حلو وش اسمع يعني المصرف هذا إذا لم يكن هناك مشكلة يبني لي لا يوجد مشكلة لكن إذا أردت للمنحة أنا أقول لهم يا جماعة حين الأرض عندي بدل ما أنا أبني ملحق 300 ألف بالتي تكلف لي كم؟ مثلا يمكن 600 ألف أنا دور واحد أمسوي 600 ألف أبني يا جماعة الخير هذه 600 يوم ما ينزلوا سنة في البرنامج أنتوا سدوا للبنك خلاص بعد كلام منطقي أنا توني أريد أن أقتراح لك هالاقتراح فعلا أنا اليوم أنا اليوم وما للأسف يرفضوا ترى هاي مشكلة هاي مشكلة هذي هذي شوف هذا موضوع لا هذا حل حل ممتاز حتى أن أنا بدال يا أخي أنا اليوم أنا ما علي بيطلع دوري بيطلع بي اسمي بي اسمي وإليه 500 ألف إليه 500 ألف طيب يا جماعة الخير أنا بأخذ من البنك حاليا وبسدد البنك إليه ما يطلع اسمي مجرد ما يطلع اسمي حولوا المبلغ هذا للبنك سدوا عني قرضوا الإسكان أنا مو ما أخذنا لللعبة أنا ما أخذنا للسيارة لكم حاجة والله فكرة منطقية الصراحة شوف هذا بنناقش فيها طويل عمر بنطرحها للأخوان في المجلس الوطني الاتحادي يرفعون لمجلس الوزراء والله إذاكم الله خير هي ونحن بعد على فكرة يشوف يا أما تمشي بالإجراءات هذه اللي هي ترفع من المجلس الوطني الاتحادي لمجلس الوزراء يا أما أن الأخوان يسمعوننا والشيوخ يسمعوننا يزاهم الله خير يصدر أمر منفوق يصدر فيها أمر منفوق أنهم يسوون آلية معينة مع بنوك معينة أن هذا مثلا أبو إبراهيم ما عليه سلفية وريال عنده أرض ومستعد يثبت بالأوراق أن المبلغ اللي بيأخذه بيأخذه على أساس أنه يبني الأرض مال ويسكن فيها اللي إما يطلع اسمه بالبرنامج أم يبليه تمويل سكني وتمويل هي وما يكون فيه تلاعب طبعا من البنوك وغيرها ما في تلاعب فيكون فيه آلية معينة بحيث أن مجرد ما يطلع اسم الريال سدوا عني يا أخي والله ياريت وبالتالي بطيح عن السلفية في البنك وبيردي يدفعلكم أنت وهو مرتاح ما يدفعلكم أنا ما عندي مشكلة أنا بلتزم إذا أنا ألتزم بيالبنك ما بلتزم وياكم ليش ممتاز والله فكرة ما نطلب عفو نحا طيب عفو نب إبراهيم بس النقطة اللي تكلمت عنها في أحد البنوك متعاون مع منوك قلت لي ما حكومة الشارع أيوش شو ما وضوعه هذا هاي للصغف الراتب خمسة عشر ألف وفوق هم قرض القرض بين يحاولونهم كجابة نظامية يعني للإثكان مع المصرف المصرف هو اللي يمول وما من دون الأرباح من دون أي شي يعني من دون الأرباعات تتوقع الحكومة تتكفل في الأرباح وما عندي قرفي يعني إذا ليش أنتوا ما يتعاملون ياكم نشط طريقة والله إلا أنا في الشارع جاب أكون منحة ستمية وخمسين منحة لكن يوم تراجع وتقول لهم يا جماعة الخير نحن المجلس البلدي والله يقول لكم أنت سنة 2008 بعدكم نتريوا لين شهر تسعة لين شهر عشرة بعدنا شوي شوي تونة شغالين في الموضوع برنامج زايد أنا أربع سنوات يعني أنا حن نتريه ووراجعهم كذا مرة صراحة شعي ستمية وخمسين منحة أحسن لك إبراهيم على عيني وراثي بس في نقطة بعد من ستمية وخمسين في مغاملين ما يطيعون يبنونك يقول لك والله حكومة الشارجة تتخر الدفعات كل ثلاثة شهور يقول لك يعني أنا سوي لك الأساس لا بس إذا سوينا نفس الفكرة نحن أنا بأصير بأخذ من البنك هذا المعتمد عندكم هذا شي صحيح وبأبني وبأشر مجرد ما يطلع اسمي أنا مستحق لستمية وخمسين تفعولي إياها هنا بعد بأضيف لك شغلة نقطة ثانية بس أتوقع أنها هي يعني صحيحة تستفسرون تقدر تستفسر منها بشكل قانوني اللي هي يقول لك إذا أنت صرت المصرف وخدت على حسابك الشخصي ورهنت الأرض بأشر إذا طلعت لك الملحة ما نتحملها لأن الأرض مرهونة ما تستحق ما أنت إذا سددتوا أنتوا سلموا أوراق الرهن خلوا اتفاقية في التزامات معينة تكون مبين لأن أنت تتعامل هنا أو البنك أو المصرف هذي يتعامل مع جهة حكومية فممكن تكون بينهم إجراءات معينة تعال يا أب إبراهيم أنت ريال خط سلفية وبنية البيت صح ورهنت أرضك صح ما علي نحن يوم بيطلع اسمك بنتخاطب مع البنك بنسلمهم المبلغ وبنستلم عنهم أوراق الرهن فبالتالي يكون مرهون للبرنامج إذا كان قرض وإذا مش قرض منح مثل ما تقول خلاص تترجع لك الأوراق وتأخذ ملكية والله ياريت صراحة ياريت هل يكون وأتمنى منك صراحة فيه طلب يعني أنا أتمنى أنكم تصلون برنامج زائد يمكن يردون عليكم أول وزير تتواصلون إياه سواء تحت الهواء أو شيء يخبرنا يعني والله فيه اتصال بينهم بينهم بأن الطلبات الشخصية والأسماء المعينة لا لا مش شخصية لا عفوا نسمعني لا أسأس أوضح لك كما أعلومه لا فهم عليك فهم هذينا نحن نحولهم أو هم يتصلون فينا ويزاهم الله خير ويأخذون الأرقام أما بخصوص أمور ثانية عندهم أي توضيح عندهم أي إضافات عندهم أي توجيه رسائل معينة للمستفيدين هذينا هم يتصلون فينا يتواصلون إياه ويعلونون الخبر حال محال الصحف يعني لكن إن شاء الله بعد بنحانوه نتواصل إياه نشوف شو بخصوص شوفون له بس متى راح تنزل له ثامي الحرام والله إن الأسعار حين نازلة وشوي شوي يسترتفع إن شاء الله فالك طيب حتى أنا كل يوم واحد كلمت في برنامج زايد روحها قال لي قال لي قال لي الأسعار تفعد أمساد الاستشاري أنا مسوي مخطط مسوي كل شيء كل شيء جاهز بس أترى إياه اسمي يعني حرام ما عرف إذا ما ما فيه خلاص بنصير نحن للبنك لا حول ولا حول إن شاء الله من حقك إن شاء الله بتحصل فالك طيب وأقتراح الجميل وأقتراح الجميل إن شاء الله وإسمعون إن شاء الله يغنون بعين الاعتبار يشوفون لنا حل يعني تسلم يا إبراهيم إزاك الله خير إزاك الله خير حياك السلام عليك والله حي نقول ألو ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته أبو يوسف يا مرحب يا أخوي الله يبارك فيك الله يسلام عليك أبو يوسف أنا في عندي استفسار بطيط أنه شغلة استوث معاي أنه معاي أخوي بس معاك محمد عارف بالله يخي محمد أبو يوسف أنا كنثلت من شركة كنت فيها وطحت مخصوص أنه بدي أنقل على هذا الكلام من سنتين أنه على شركة ثانية نعم فكل ما قدمت قدمت في تبيت تجي مرفوض أمنيا قدمت في شارجة تجي مرفوض أمنيا آخر شي روح أجرت محل في شارجة حبيت أن أنه أمر رحصة مستثمر فبعد ما تكلفت على إجار المحل هم وقدمنا الموافقة الأمنية إجت مرفوضة طبعا راح علي أجار المحل صرت راس الخيمة أخذت الكفيل ودخلت التنمية الاقتصادية وإجتني لموافقة الأمنية وصرت طلعت كرت المنشئة وبطاقة العم البطاقة وأجرت المحل وطلع الكشيف خلط أنا أجتني لموافقة الأمنية بعد ما خلصت واستويت وكلفتني لأمور تقريبا حوالي 40 ألف دفعت إجت أمدخل بطاقتي بدي دخل بطاقة أنت تبعي بطاقة المستثمر قال لي أنت مرفوض أمنيا طيب أنا تكلفت وسرعت وأجرت المحل وأنا عندي موافقة الأمنية لما جاء دخلت الجوازات وما عندي دفعت المخالفات اللي علي دفعت كل شيء ما عندي شيء طيب أنا يعني من البداية لو إجتني إنه مرفوضة أنا تكلفت يعني هلأ أنا شو سوي بالمحل والترت المنشئة اللي عندي والبطاقة أول مرة أنا كنت أمقدم فيزا فيزا إنه على شركة نزين هذا واحد تديني رفض أمني أي تديني رفض أجيتني مرة في دبي ومرة في الشارجة ومرة في الشارجة بس لا لا بس مرتين ياتك مرتين نزين نعم بس حاليا مرتين أنا قدمت إنه مستثمر كارتمنشا أو سويت شركة لا بس أنت كيف عفواً محمد كيف ياك رفض مرتين ورضيت تقدم مرة ثالثة بالبداية كنت عم قدم فيزا فيزا عمل إقامة لا أنت حد قال لك لا عفواً بس محمد حب حبو هذا ليس موضوع على فكرة أنا مالي حق ندخل فيه لكن أنا سؤالي إنك أنت مرتين رفضت أمنيا ويتقدمت حد قال لك إذا قدمت فيزا مستثمر راح يوافقو لك قال لي المستثمر توافق عليها من اللي قال لك هالكلام من المكاتب والناس اسمعت وهيك وفعلاً إجت موافقة إجت موافقة الأمنية قدمت ومن التنمية الاقتصادية وخدم الكفيل وإجت موافقة الأمنية واشتغلت ومشيت كل الإجراءات وخلصت وهي المحل عندي وكرت المنشأة عندي وكل شيء يعني حتى كل شيء جاهز والله شوف اللي أنا أقدر أفيدك فيه رغم منه مش موضوعي يرجع لأن الموافقات الأمنية والأمن هذا نحن ما نتدخل فيه نهائياً وأعلق سلطة يمكن حتى ما يتدخل فيها لأن هذه أمن دولة ونحن ما نتدخل لكن أنا بوضح لك نقطتين يا أمان يعطيك حل أنك أنت تسير وتراجع الجهة المعنية وتحاول أن تشوف ليش كانت مرفوضة وعقوب ووافقة وعليها وتقنعهم بينما يعطونك موافقة أمنية ثانية عساس تستخرج فيزة المستثمر أو كحل ثاني هذا ما يعني ما بدي قول لك يوسف أنا ما من الجهة اللي بدي راجح أبقى هذا روح الجوازات وراجح ونقولهم وين ممكن أراجع في بوضبي جوازات قال لك مرفوض من أبوضبي لا تحاول لا تراجع من أبوضبي لا تراجع طيب أنا هاي تكلفتي وخسارتي هذا ممكن تبيع ممكن تعوض فيها خسارتك لم يمدي أبيح ما أدري هذا ممكن تبيع لكن من ناحية موافقة أمنية يعطونك ياه وعقب يغيرونها هذه ممكن لا لا عفوا 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 أنا بجاوك بس على هاي النقطة أحيانا ما أدري مثل ما أقول لك ممكن تراجع الجهات المعنية على أساس أن يساعدونك فيها يستثنونك يشوفون شو الموضوع اللي حصل عندك ليش مثلا أول شي عطوك موافقة لا يقول لك إجت هاي الرفض لا تجاوبني ياه محمد اسمعني الله يخليك إذا تقدر تسوي إذا ما تقدر لا تسوي إذا ياك الرجب أنه خلاص ما في فائدة خلاص ما في فائدة معناته أنا أقول أنا أعطيك الحلول زين معاي محمد طول بالك علي أنا أدري أنك أنت متأثر ولكن بعد نرجع ونقول أن هذه قيادات عليا وسلطة عليا ما في أي إنسان يقدر يتكلم بس أنا اتصلت بس لأنه بدي أشكي بس خلني خلني أوضح لك نقطة اليوم أنا طلعت علي موافقة أمنية وباتشر يمكن سبحان الله لأسباب ما لقوا الموافقة هذه فأنا ما أقدر أحادج للجهات الأمنية تعالوا أنتوا ليش عطيتوني قبل الموافقة وحين رفضتوها أنت معاي أنا بس أبغى أوضح لك النقطة هذه لأن لأن شوف أقول لك المعايير عندهم هم تختلف يعني يمكن اليوم يمكن اليوم أنا فتحت الجنسيسين فتحت عنهم رفعت عنهم الحظر خلاص أقول لهم يدخلون الدولة عادي بعد ساعة بعد ساعتين وصلتني أخباريات معينة وصلتني أمور أوامر معينة صار في أنت تعرف اليوم الساحة السياسية كلها على فوهة بركان القوانين تتغير في لحظة وضحاها يعني ممكن بعد ساعة بعد ساعة ممكن أوقف أقول خلاص وقفوا وقفوا الجنسية الفلانية فبس توضيح لك و للأخوان أن نحن ما نقدر نلوم الجهات هذه يا جماعة الخير أهم ما على الجهة هذه اللي هي الجهات الأمنية أمنك وسلامتك أنت وأنا معاي يعني العواطف والمشاعر والأحاسيس نعم هي موجودة ونعم الإنسانية موجودة وكل شيء موجود لكن هذه شوي نحطيها إذا يت وتصادمت مع الأمن أمن الدولة مفروض هاي نحطيها على جنب شوي نعم أنا ما دخل في الأمن أو كذا بس أنه شلو حظك سبحان الله ما تعرف كيف شو الغلط مش الغلط عفوا شو اللي صار عقب ما أعطوك الموافقة الله أعلم قلت له بالجوازات قلت له شخص بالجوازات قلت له أنا تكلفت وأنا محطت وهي وها الأمور تعال بعد الساعة واحدة يدخل دخل على مدير الجوازات نزين ترى أقول لك أنت حاول يا أخي يمكن إن شاء الله أدعي من الله سبحانه وتعالى أن يسرمورك إن شاء الله وإذا ما حصل دائما نخل عندك خطة بديلة طريق الرجع يسمون أحاول أنك أنت تبيع وتلحق على تقدر أسوية الله يعينك الله يعينك يا محمد الله يفرج عليك إن شاء الله الله يفرج عليك شكرا الله حياك الله يا محمد مع السلام نقول ألو 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 أيوة ألو السلام عليكم بو يوسف عليكم السلام ورحمة الله صباح الخير صباح النور والسرور يا طويل عمر يا مرحب الله خلي عندنا ملاحظة بسيطة عسب المواصلات الشارجة من نمع يول شيء وياك عرد الله طويل عمر والنعم يبو حمد اتفضل الله خليك تسلم الأرقام التكاسي هاي كانت طويل عمر أول كانت باسم المواطنين كنا نشتغل على رواحنا وخدت المواصلات الشارجة ما تعطينا لها 500 درهم طويل عمر صار لنا من نحين عشر سنوات ولا زودونا ولا شيء غير في شارع رمضان اللي يعطونا هي درهم بونس بس طويل عمر بس بونا هي تدع في الهواء بس ويشوفون الإدارة موضوعنا طويل عمر أوكي أوكي مشكور غالي الله يا أك الله يا أخي عبد الله ما أدري بس يمكن براشد أمسا تتكلم في الموضوع وجوابه كان منطغي يعني الرقم هذا آخر شيء ملك الحكومة فهو يرجع للحكومة يعني أنا رقمي اللي على سيارتي ملك للحكومة هم عاطيني إيا أنا مش شارعنا مشترا مش دافع فيها رقم ثاني أنت تشتريها وتستلم عليها ملكية هذا موضوع ثاني أما ملك للحكومة فترجع للحكومة والحكومة تتصرف فيه مثل ما هي تبقى تبيعة تخزنة تصدرها تسوي اللي تسوي فيه فبعد مثل ما قال براشد أمس إذا هم الله خير يعطون 500 درهم فإذا هي فيها نسبة وتناسب وأرباح وما أرباح ما أدري والله لكن 500 درهم يعني آية أنك تشذع عبارة بدون أي شيء بدون أي مجهود نأخذ هذا الفاصل ونجأ التفاصل معكم نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين الرابع والناس من إذاعة وتلفزيون الموارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة من 7.8 نأخذ شوية رسائل طبعا عبدالله عرب تحياتي لك يزاك الله خير مشكور ما قصرت ومشكلة يا أخي يوم واحد يمتن ويضعف عقب يعني يسوي رجيم ويضعف وائه مشكلة ترى أنا أقصد سالم الكندي سالم الكندي قبل فترة يتصل فيني يأكل ثلاث أربع خمس وجبات غير الوجبات الرئيسية يعني مجموحهم يطلع سبع وجبات وستوى الدب وكل حد يعيب عليه وحين عادي سوى رياضة وسوى رجيم واستوى رشيق فطاي حبي يقول لي يا أخي أنت متنان أنت ضعفان أنت مدري شو سوى تحرك شوية يزاك الله خير يا أبو غنيم يا أخوي ما أكل وايد والله ما أكل وايد أكلي عادي يعني معظم الأحيان أكل وجبه وحده في اليوم بس ما أدري من الراحة من اليلسة ما أدري شى السارفة الله المستعين من زين جاهز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أهلين سعادة جمع الليم مدير إدارة المحتوى الإعلامي من المجلس الوطني لإعلام تحياتنا لك سعادتك أهلا وسهلا كيف الحال يا أبو حميد شكرا لكم الجهود الجبار التي تبذلونها في سبيل صد ومنع الكثير من الكتب السيئة والبرامج السيئة والأفلام السيئة من دخولها للدولة طويل عمر والله نحن نفس نسكركم على تواصلكم وأنكم أنتو حلقة الواصل بيننا وبين الجمهور إزاكم الله خير وبين المستمعين يعني طويل عمر بخصوص السيديات اللي مسكوها أمسات اللي هي مسيئة للعاب اللي هي خاصة بالبلاي ستيشن اللي موجودة في الأسواق وهذا فأعلى ما أعتقد كان فيه نوع من أنواع اللوم على المجلس الوطني لإعلام وكانوا يتحرون أن السيديات هاي داخلة عن طريقكم وانتوا وانتوا العاطين عليها فراجات أو موافقات هل هذا الكلام صحيح ولا توضح لنا الصورة الله يخليك أنا بوضح لك الصورة أعتقد لنصار في لبس أنا اليوم كلمني واحد من أولياء الأمور يسألني عن الموضوع هذا نعم ونحن طبعا أنا واحد منه اللي يفضل التواصل مع الجمهور ومع أولياء الأمور فيما يخص هذه النوعية معروف عنك هذه طويلة نعم فأنا وضحيت لي يعني وضحيت لي أن كان في لعبة إذا تتذكر أنا كلمت براشد قابل 16 أو 18 بخصوص لعبة اسمها Call of Duty نعم Modern War Fair رقم 8 اللي نزلت على الأونلاين ما نزلت على الشرطة نزلت على الأونلاين وكان فيها إطار تكرم أنا قلت له هذا إطار عادي ما يبين إلا إذا سويت لزوم إطار داخل تكرم الحمام وفي آيات فنحن كلمنا تكرمنا الشركة هذا اليوم والشركة المنتجة تعاون انقيان تعاون كبير وشاله أونلاين على مستوى العالم ما شاء الله من هذا الإطار خالي شاله وطرشون ما أكتبه بهذا الشيء طرشون رسالة شكر أننا نحن نبهناهم على هذه النوعية من الأشياء التي كانت تخلق نوع من البلبلة نعم أنهم يحترمون الأديان مثل ما نحن نحترم الأديان نحترم الثقافة إزاكم الله خير بالتالي هي يعني اللي صاير اللبس في بعض الأخوة يعني تموا يشيلون لأي شيء اسمه Call of Duty لأنه Call of Duty مجموعة كبيرة مش هذا يعني يشيلون Call of Duty Black Ops هذا Black Ops نحن نشينا لكن بس بس مشيتوا بعد التأكد أنه ما في أي شيء سيء ما في شوف أنا بقول لك اللبس اللي مستوي Call of Duty Black Ops هذا نحن شفناه ما في شيء وعطينا فيه إفراج One and Two نعم Call of Duty Modern Warfare رقم الثنين اللي كان عليه Online ما نزل على شرطة نزل على Online بس وكان في الإشكالية هذي وهم شلوه واعتدروا نعم وطبعا على Online يعني مش موجود على شرطة اللي أنا شفت أنا شفت من كم يوم بعد حوالي يومين قبل يومين شفتوا صور يعني لقرآن لعبة فيها قرآن في مكتب هذي لعدة ثانية أسمها Resident Evil Five نحن ما نعينا من قبل سنة وشوية فيه طبعا نحن في هذه تعتمد على مختصين يعني الناس مختصين في هذا النوع من الألعاب مجال نعم نعم أن نحن نحب أن يكون الأسرة ونحن والمؤسسات الثانية لدور تفاعلي ما بينها وبينها نحن ونحن يعني في أسمى استعداد التعاون وتقديم مشهورة اللي بيسل كل لأطراف المجتمع نعم لأنه هذي كله مسؤولية مجتمعية ممتاز ونحن طرف فيها في هالمنظومة هذي إذن نحن نتفق أن ما كان في أي إفراج من عندكم وانتم شددين الرقابة جدا وإي إساءة تحصلون حتى على ما أعتقد أستاذ جمعة قبل فترة بعد في اللعبة هذه اللي كانت فيها دولة الإمارات وصورة الشيخزات اجتمعتوا مع الشركة كذلك ووقفتوا اللعبة هذه أنا بقولك السيستم ما لنا كيف نحن قبل سستشير ما تنزل اللعبة نحن نحن شفناها كيف انتاجها وكيف المقتصر ما لها ونستصر في الشركة في تعاون الكبير بيننا وبينهم ممتاز لأننا نحن في مشروع كبير على مستوى يعني دول الإمارات يمكن تكون أول على مستوى الشرق الأوسط أننا نحن تستوي تصنيف عمر للألعاب ماشاء الله يعني نحن نحن اتفاقيات يونهم في زيارات لأوروبا في زيارات لمهم من الاتحاد الأوروبي لنحن يون الإماراتي يتويون عدة مرات التعاون بيننا وبينهم الخارجي ممتاز والتعاون الداخلي بين الشركات الموزعة والمستوردة ممتاز إذن اللعبة 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 نزلت أو غيرها من الألعاب التي ممكن تنزل لقد حصلنا في الأسواق المسيئة أو هذا تكون معناتها مدخلين بطرق غير شرعي وبتكون نسخ تقريبا حال حال الأفلام المنسوخة التي تنباع وغيرها نعم نحن وأنا حذر حتى الأسرة أول شي يحذر أنهم لازم يتابعون أولادهم في الأونلاين يشوفون يلعبون أونلاين وثاني شي شو يشترون من الألعاب ثالث شي الباع المتجولون لأن الباع المتجولون لا يبيعون للأشياء الخير قانونية مخالفين للقوانين والقوانين الاقتصادية وكذا المجلس القوانين الإقامة وقوانين المحمول فيها في الحمل وقوانين المحمول فيها حتى وزارة الإقصاد بوحمد حقوق الملكية الفكرية بعد مخالفين هي يعتبرون نعم 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 نصد فالناس تسترخص ببعض الأحيان بوحمد هذا يعني عندما يسترخص هناك أثار جانبية سلبي كثيرة وعلى الجهاز وعلى الفرد نفس على أولادهم نعم أنا لن أخذ ولدي يشتري أي لعبة ولا أي فيلم طبعا هم يبيعون لأفلام الخليعة وغيره فيها نعم وهذه يعني يزاك الله خير يبوح هناك رسالة معينة تحب توجهها للجمهور نحن أنا أحب أن نفعل دور الجهاز المتعاون سواء الاتحادية أو ذات النبع العام أو حتى الجمهور نحن نعتبر الجمهور اهتمت فيها الحكومة قبل ما نحن نهتم فيها وشغلنا يعني باعتبار أن هذه الأسرة هي اللي حاضن للثقافات حاضن للموروط الديني حاضن لكل شي فالأسرة نحن نواة يعني لازم نحاقظ عليها حتى نحاول المجتمع يزاك الله خير تسلم لي أبو حمد وأكيد أنتوا الجدار الأولي والجدار الصاد لدخول مثل هذه المواد المسيئة سواء للدين أو للمجتمع أو لأعراف نوع تقاليد نوع عادات نوع غيره يزاكم الله خير يعطيكم ألف ألف عافية كذلك كل الشكر والتقدير للمدير العام اللي هو سعدة إبراهيم العابد بعد بتوجيهات وجهود الجبارة ومتابعة الدائمة والمستمر هذا الإنسان ما شاء الله عليه مثل المكينة متى ما تتصل فيه شغال الله حق يعني كلمة حق تقال في حقه وانتو كذلك ما مقاسرين يا توالعمير الله يبارك إذاك الله خير ساعدتك تسلم طبعا كما معنا ساعدة الجمعاليم مدير إدارة متابعة المحتوى الإعلامي من المجلس الوطني للإعلام ومثل ما فهمت ومثل ما سمعت وانا نحن كمجتمع مطلوب مننا دور كذلك نحن مفروض نشوف شيء سيء مفروض نتصل ونبلغ ويا جماعة الخير الله يخليكم ونحن نركز على هالكلام مرة ومرتين وثلاث وعشر أعيالنا يا أخوان والله العظيم فيها ألعاب قاعدين ينزلونها عن طريق الإنترنت لأن كل واحد اليوم فاتح الواي فاي في البيت والأعيال هذه اللي عندهم كل واحد عند جهاز الآيفون أو الآيباد أو غيرها من الأجهزة وينزل ألعاب وهو محط يويها في الشاشة وانت ما تدري شو السالفة ما تدري شو الألعاب اللي يلعبها أنا أتكلم على مستوى أطفال عمارهم تحت العشر سنوات ومن بين الخمس والعشر سنوات يعني فيه من ضمن الألعاب بقولها يعني من ضمن الألعاب أن البطل أو الشخصية هذه كلما يجتاز مرحلة يشوف يعطوني مكافأة كلما تجتاز مرحلة يعطونك مكافأة طبعا الألعاب اليوم نحن صغار كنا نلعبها كلما تجتاز مرحلة يعطونك مثلا روح زيادة أو حياة زيادة أو قلب زيادة مثلا عسى تتحمل ضربة زيادة فاهمين هالناس لكن الحين يقولك كلما تجتاز مرحلة تخلع البنت الموجودة في اللعب نفسها تخلع قطعة من ملابسها تخيل كلما تجتاز مرحلة تخلع قطعة من ملابسها لينما تكون بدون ملابس وعقب كلما تتعدى مرحلة ممكن تأخذ تمارس ممارسة معينة قبله وغيره 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 طبعا بتقوله كيف تقولها الكلام على الهو هذا كلام خادش للحياة لا هذا كلام هو خادش للحياة ولكن هذا اللي عيالكم قاعدين يشوفونه فرجاء يا أخوان يا أخوات الله يخليكم ركزوا شوية زيدوا الرقابة في البيت شوية نبهوا عيالكم شوية وأنا أعتقد أن موضوع الرقابة ما عاد يجدي مثل قبل نحن مفروض نحصن عيالنا مفروض نوعيهم مفروض ننصحهم مفروض نوجههم فمحتاجين للتوعية محتاجين لأننا نقعد معهم محتاجين نبينهم الصح والغلط بحيث أنه لو نعرض عليهم الغلط ما ياخذونه لأنه تكون عندهم حصانة فمحتاجين لحصانة مش للمنع لأنه اليوم أنت في فضاء ما تقدر تمنع كل شي ولا تقدر أنك أنت 24 ساعة تلزق في ولدك أو في بنتك وتشوفه وين ساير وين ياي بيقعدوا يمنوه وشو بيطالع على الانترنت وشو بيطالع على القنوات الفضائية وبيلوا سيامنا وغيرها ما عندك وقت فرجاء موضوع الحصانة هذا موضوع جدا مهم محتاجين نيل سيام ببيلهم الصح والغلط بحيث أنه حتى لو نعرض عليهم أي شيء من هذا القبيل ما يستقبلونه ما ياخذونه مثل موضوع المخدرات التوعية اليوم الحمد لله رب العالمين الدولة باذل الجهود جبارة في موضوع التوعية فلذلك نحن نوصل لمرحلة حتى لو يواحد يعطاني مخدرات أو حب أو غيرها وقص علي قال لي والله أنت بتستانس أنت غيرها ما بأخذها لأن أنا عندي توعية وأسمع في التلفزيون وأشوف في التلفزيون وأسمع في الإذاعة وأقرأ في الجريدة والمحاضرات اللي أسمعها والأحضرها والأبوي حتى أخبرني أن والله هالحبوب ممكن فيها مخدرات ممكن يغشوني فيها ممكن يقولي والله تريح ممكن كذا ممكن تساعدك على المذاكرة فأبوي علمني الدولة قالت لي الشرطة ينبهون المدرسة تنبه سمعت في التلفزيون سمعت في الإذاعة قرأت في الجريدة قرأت في المجلة فتستوي عندي حصانة بالتالي فأعيالنا محتاجين لأننا نحن نحصنهم لأن فيه هجمة لا ما حد يتخيلها هجمة فكرية ما حد يقدر يتخيلها على هذه الأطفال بالذات هم اللي مستهدفين كان يقصون علينا تخلص مرحلة شو يسوون المرحلة اللعبة كانت تذكر الألعاب الأصغيرة هاي نفس اللعبة كلها نفس البرمجة بس اللهم يزيدون السرعة شوية يعني مثلا لعبة السيارات مثلا تزيد السرعة شوية تزيد السرعة شوية وعقب تخلص اللعبة الحين لأخوي قصص ومغامرات وحب وغرام في لعبة سمعتوا يمكن عن الشاب الأمريكي اللي دش برشاش قبل كم من شهر دش برشاش على الطلب اللي في المدرسة ونقع فيهم كلهم وحتى المدرسيين ومادري كيف قتلت يمكن تقريبا 12-13 طالب من غير الإصابات كانت بالعشرات تقريبا في يوم شافوا الطالب هذا حللوا شخصيته وتابعوا وشافوا شو مشكلته طبعا مات إلا هذا لنية الشرطة ونقعت فيه فالمهم اكتشفوا أن هذا الولد كان عندهم في البيت في القبو يسمونه تحت الأرض في عندهم في أمريكا طبعا عندهم في بيوتهم في قبو اللي هو مثل استورة ومثل مخزن فيكون يالس في القبو ويلس يلعب تقريبا 15 يوم متواصلة أحد الألعاب المعروفة بالعنف كلها طلق نار وشرطة وغيرة 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 15 يوم فقط يا جماعة الخير 24 ساعة يلعب هاللعبة ما عندي شغلة غير أن يلعب فسبحان الله تشرب مخة أو تبرمج مخة على هذه الشخصية فاليوم الثاني نشذ وشل السلاح وسار ونقع فيهم في المدارس وانتهى الموضوع لذلك ما نستبعد نحن حالات العنف اللي اليوم نشوفها نحن شباب مغتالين شاب معتدين عليه بالسلاح الأبيض وغيرة وهذا بعد أمس مطوع مسكين معتدين عليه في الجامعة الأمريكية فهذه القضايا التي تسمحها ما تستبعد أن ألعاب الفيديو هذه لها دور كبير فيه حتى أنت يوم تشوف ولدك ولدك اللي عمره ثلاث أربع سنوات تشوف ثلاث أربع سنوات أنا أقول أو حتى سنتين تشوف تبدأ عليه بوادر العنف مشاهد العنف يبدأ يضرب أخوانه بطريقة غير طبيعية يعني ضرب الياه المعروف كيف هو لكن يوم تشوفه يمسكه ويرضبه ويرفسه في بطنه ويسوي هاي الحركات تعرف أن هاي حركات مكتسبة من الخارج يعني فيه عوامل خارجية يا أما لعبة يا أما برنامج أطفال رسوم تحركة على أحد القنوات الهابطة اللي خاصة بالأطفال شافة تبرمج عليها فلذلك يعني نحن محتاجين توعية في المدارس في البيوت في غيرها محتاجين شوية تهتمام أمس الله حق كنت واقف في أحد الأماكن فوقفت أحذالي السيارة يعني مش قصدي والله أني أطالع في السيارة لكن لفت نظري أنه يمكن ثلاثة أو أربع أخوان ياسين في السيت الخلفي أو المقعد الخلفي السيت الورهاني فكل واحد فيهم والله ما أبالغ كل واحد فيهم ماسك جهاز ومحطي ويها في جهازه ويالس يشتغل في الليل كان طبعا لأني شفت المشهد أن الأجهزة كلها شغالة تعرفون أنتم في الليل يعني والجهاز يبين إذا كان الليل توالع فأربع أطفال أو أربع أقصد من الشباب والبنات هذي في السيارة وحدة والسلام عليكم وكلهم شغالين على الألعاب هذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا مرحبا بك أخي عقوق شيك حالب يا مرحبا أختي تفضلي الله يسلمك الله يعافيك الله يبارك شيك تمنوا معي بس أنا وياك أم محمد من راس الخيمة أم محمد من راس الخيمة تفضلي يا محمد دعم فضلك أخي عقوق الله يخليك أنا عندي شو اسمه ظروفي وايد صعبة ومززوجة وعندي أربع عيال وزوجي مصاب بفشل كلوي ومبتورة ريولة بسبب الغرغرين اللي صابت في ريولة وظروفنا ما يتصاب الصراحة ورغم أن رأي لي مشتاج أن أنا أكون ينبي يعني في البيت فغصبا عني سداوم براتب ضييل جدا يعني أربع تالاف شهريا وعند التزامات بنكية وديون برا ووايد يعني صراحة فما عرف يعني إذاكم الله خير إذا يعني أمني والله كبير وبكم سبحانه يعني بكم وأنكم يعني إذا في مجال أنكم تساعدوني فيزاكم الله خير فيكون ممنون ومشكورة لكم أمم حمد عرفتك أنا وأعرف ريولة ما أدري ريولة كان صاحي ما في شي سبحان الله كيف الدهورة حالتك هذا فجأة أنا مستغرب نعم والله من السكر اللي استواله من السكر المرض هذا اللي استواله من السكر فحين مول طريح الفراش لا يداوم بلا يعني ما 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 عرف شو نسوي الحمد الله طلع لنا منحة سكنية من برنامج شيخ دايد للإسكان وبنولنا الإسكان وخلصنا وهذا المشكلة أنه حتى تأثيس البيت ما ما قادر من أسس ه فما ما نعرف وقبل كان يشتغل صح وكان مرتاح ما في عنده مشاكل بس مجرد ما قصري بسبب السكري هي بسبب السكري ورد مسكين اشتغل حيضا في مصنع الاسمار ما ما يشتغل الحين لا قبل اشتغل حيضا عقب ما تقاعد كان يشتغل مسكين وساء حاجته هي هي ساء حاجته حين ما قادر يعني حتى مصاريف الصغارية والمدارس وهذا والله صحب وائد صراح يعني أصاب نوايد تعبان وهو نفسيت وائد تعبان عقب ما بترول ريولة فما ما عرف يعني فإذاكم الله خير إذا شي حتى لو أنا حين فيها الراتب هذا اللي أنا يفدا حتى رغم أن عاني بعد مشاكل صحية في ظهري وسكر عندي وضغط العين غصبا عني أشتغل الله يعرف يو الله فما عرف يعني حتى يعني لو حتى راتب شهري يعني يكون حقي وعيالي أني أنا أفضل يعني أن أتم يعني عنده في البيت يعني أداري وهذا رغم أنه تعبان يعني نفسيا مايروم يمشي مايروم يتحرك أساعد بدل ما أنا أسير أداوم وهذا واخلي بروح في البيت أمم حمد ما أدري الشؤون شو قالوا الشؤون والله أنا فرق الشؤون قالوا هو ترى يستلموا عاش تقاعدي براتب يعني 12 300 لا 500 فقالوا لو أنت تستلمون 12 300 فنقدر نساعدكم أحين قلت يعني يتعلي هال 200 اللي يستلم هم زيادة قالوا لي لو حتى ريال زيادة عن الراتب فوالله ما عارف شو أسوي طيب الرياض ظروف الصحية تعبانة رياض عنده فشل كلوي ظروف الصحية تعبانة عنده ويغسل في الأسبوع ثلاث مرات وايد يعني صراحة فما عارف يعني كيف يعني أكون ممنونة لكم يعني ويداكم الله خير زيادة محمد شو محتاج أنت يا حين أنا محتاجة والله يعني الأثاث أثاث البيت وراتب شهري يعني حق وعيالي عشان أنا أبغي